السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول درس السمكة تزور المدينة الجزء الأول والآن أعزائي الطلبة لننتقل ونستعرض معكم أهداف الدرس أهداف درسنا لهذا اليوم ستكون كالتالي أولاً قراءة النص قراءة خالية من الأخطاء ثانياً اختيار الكلمات المناسبة لتكوين جمل تامة ثالثاً ملاحظة بيانات الجدول بدقة عالية رابعاً تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية خامساً التعرف إلى لا النافية سادساً تكوين كلمات جديدة وسابعاً ترتيب الجمل بحسب تسلسل أحداثها والآن عزائي الطلبة لننتقل معاً ونقرأ النص هيا نقرأ جاسم ابن غواص ماهر يحب جاسم السباحة في البحر ويحب اللعب مع الأسماك صادق جاسم سمكة صغيرة دعا جاسم السمكة إلى زيارة المدينة السمكة تقول أنا أنا لاعش خارج الماء فكر جاسم في الحل فماذا فعله؟ والآن عزائي الطلبة لننتقل معاً إلى التمرين رقم واحد أختار الكلمة المناسبة وأضعها في المكان الخالي كما في المثال مثال صادق صادق جاسم سمكة صغيرة صادق جاسم تلميذ صادق والآن عزائي الطلبة من البطل الذي سوف يقول لي ما الفرق بين كلمة صادق والكلمة الأخرى صادق أحسنتم أحسنتم صادق أي بمعنى صاحب وصادق أحسنتم أي رجل صادق صفة لهذا الرجل أنه صادق والآن عزائي الطلبة لنطبق هذا المثال على الجملة التالية الجملة الأولى محمد محمد رسول الله أحسنتم صادق أمين أبي جاره أحسنتم صادق أبي جاره ياسر ياسر لا يكذب فهو أحسنتم فهو صادق الآن جاسم تلميذا من غريته رائع أحسنتم صادق جاسم تلميذا من غريته بارك الله فيكم يا أبطال والآن دعونا ننتقل إلى التمرين رقم 2 ألاحظ الجدول ثم أكمل المطلوبة كما في المثال الأول حيوانات تعيش في الماء فقط لاحظ الجدول أحسنتم أحسنتم الحيوان الذي يعيش في الماء فقط هو أسماك رائع الآن حيوانات تعيش خارج الماء فقط لاحظوا الجدول خارج الماء أي بمعنى سوف أذهب إلى خانة خارج الماء وما هي الحيوانات التي تعيش خارج الماء فقط أحسنتم رائع دجاج وأحسنتم أفيال تعيش خارج الماء فقط ولا تعيش داخل الماء حيوانات تعيش في الماء وخارجه أي تعيش في الماء وخارج الماء أحسنتم رائع الضفادع و بارك الله فيكم السلاحف ممتاز ممتاز يا أبطان والآن دعونا ننتقل إلى التمرين رقم ثلاثة أضعوا الكلمة المناسبة في الفراغ غواص غواص جاسم خارج زيارة أسماك ماء السباحة ماهر الآن نريد أن نضع هذه الكلمات يا أبطال في الفراغات الموجودة أمامنا الجملة الأولى جارنا أحمد نجار ممتاز أحسنتم نجار ماهر ابن غواص ماهر رائع أحسنتم جاسم ابن غواص ماهر الجملة الثالثة هيا خالد بارع ممتاز خالد غواص بارع الجملة الرابعة لا يعيش الحوت فراغ الماء أحسنتم لا يعيش الحوت خارج الماء الجملة الخامسة في البحرين فراغ كثيرة أحسنتم في البحرين أسماك كثيرة والآن عزائي الطلبة لننتقل إلى التمرين رقم أربع أحلل الكلمات الآتية الكلمة الأولى غواص حينما أريد أن أحللها سوف أحللها بالشكل التالي غو و ص الآن الكلمة الثانية هيا ماهير ماهير أحسنتم ماهير الكلمة الثالثة جاسم جاسم أحسنتم في ثلاث مقاطع جاسم جاسم ممتاز أحسنتم الآن الكلمة الرابعة ماهن 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 إنها سهلة ماهن إنها جدا سهلة هيا الكلمة الأخيرة زيارة هيا يا أبطال زيارة رائع زي يا ر ت أحسنتم يا أبطال لقد قمتم بعمل رائع وجميل والآن دعونا ننتقل إلى التمرين رقم 5 أضعوا لا مكانا نقطي مثال السمكة تعيش في الماء السمكة لا تعيش خارج الماء الآن خالد يلبس الصوف في الشتاء هيا لندخل الآن لا في الجملة الثانية خالد أحسنتم لا يلبس الصوف في الصيف الإنسان يعيش في البري هيا ندخل لا الآن الإنسان لا يعيش في الماء هيا يا أبطال الآن ندخل إلى التمرين رقم 6 أحذف المقطع الأول من كل كلمة وأختار مقطع مناسب لأكون كلمات جديدة جا طا ضا قا را زا با ما لاحظوا البثال الذي يوجد لديه هنا جاسم أريد أن أحذف المقطع الأول جا وأختار مقطع من المقاطع الموجودة أمامي ولكن يجب أن يكون مناسبا هيا أحسنتم رائع راسم راسم هيا ممتاز ممتاز أحسنتم قاسم 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 أيضا ممتاز رائع باسم باسم الآن لنفكر لنفكر في المثال الثاني ماهر ماهر هيا نحذف المقطع الأول ما ونستبدله بمقاطع أخرى من المستطيل الموجود أمامي أحسنتم رائع طاهر طاهر أيضا رائع بارك الله فيكم ظاهر أيضا ممتاز أحسنتم زاهر زاهر الآن يا أبطال سوف ننتقل إلى التمرين رقم سبعة أجمع الحروف لأكون كلمة بها حرف ممدود بالألف الآن لاحظوا هذا المستطيل داخل المستطيل يا أبطال يوجد لدي مجموعة من الحروف وأريد أن أكون كلمة من هذه الحروف ويجب أن تكون هذه الكلمة يوجد بها ماذا؟ مد بالألف أحسنتم هيا ممتاز أحسنتم ألعاب ألعاب لاحظوا المد بالألف هنا ألعاب ممتاز هيا ننتقل إلى المجموعة الثانية ممتاز بارك الله فيكم مساجد أحسنتم رائع هيا مكان نذهب إليه إلى السوق ممتاز متاجر متاجر رائع المجموعة التالية ممتاز إنسان إنسان رائع الآن المجموعة التالية في البحر رائع أسماك ممتاز رائع والآن المجموعة الأخيرة هيا هيا فكروه رائع واسع هذا المكان واسع بارك الله فيكم الآن التمرين رقم ثمانية أرتب الجمل الآتية بحسب تسلسل أحداثها من واحد إلى ثلاثة الصيادون الصيادون يعدون النقود ويشكرون الله على نعمه الكثيرة الصيادون يبيعون الأسماك في السوق يصيد الصيادون السمك بالشبكة هيا يا أبطال لنجيب على هذا التمرين معاً يا ترى أي من الجمل الثلاث ستكون الجملة رقم واحد رائع أحسنتم يصيد الصيادون السمكة بالشبكة والآن الجملة رقم اثنين أي من الجملتين رائع أحسنتم الصيادون يبيعون الأسماك في السوق والجملة الثالثة أحسنتم الصيادون يعدون النقود ويشكرون الله على نعمه الكثيرة وبهذا التمرين يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا أراكم في درس آخر موسيقى 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 موسيقى